أكو عدنا بعض التفاصيل بخصوص هذا الموضوع أحبة المشاهدين في فقرة الأنفوغرافيك خلينا نتعرف إياكم عليها ماذا يعني الاختفاء القصري وما هي حقوق الإنسان التي تنتهكها حالات الاختفاء عدنا أولا الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ولذن نتكلم عنها الآن جملة أخرى الحق في أمن الشخص وكرامته طيب الحق في أن يكون له شخصية قانونية والحق في توفير ظروف إنسانية في الحجز وأيضا هناك نقاط أخرى مثل الحق في تكوين حياة أسرية والحق في الحصول على محاكمة عادلة هذه التفاصيل أو هذه النقاط كلها لازم تكون موجودة للشخص اللي يتم ربما اختفاءه أو ربما اعتقاله هذه لازم تكون موجودة معه يتم التعامل معه بهذه الأساليب مو أجيبة وعذبة وخليه يعترف على تهم وبعدين نقول هو متهم طيب ماذا يعني الاختفاء القسري أو يعرف لربما بثلاثة عناصر متراكمة الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني هذا إحدى التعاريف تعريف الآخر ضلوع مسؤولين حكوميين على الأقل بالقبول الضمني والتعريف الآخر رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده هذه أبرز التعريفات بخصوص الاقتفاء القسري خلينا أحكي لكم ياها بالعامي أفضل أحبة المشاهدين هو شخص يتم اختفاء أو محد يعرف عنه شي يسلبون من عنده حرية المعاملة يسلبون من عنده حرية العيش وحرية حقوق الإنسان وهي كيفية أن الإنسان يعيش في حياة مستقلة وحتى لمن يؤخذ إلى المحاكمة أو يؤخذ إلى الاعتقال توجد أساليب خاصة للاعتقال وأكو أسباب للاعتقال وأكو أيضا أسباب وأساليب للتحقيق هذه هي اللي لازم تكون موجودة في قضية الاختفاء القسري أو حتى في الاعتقالات العشوائية